نتكلم عن أبرز الإعلانات اللي صارت في في جي اكس ومي كامي يقولوا انه صار من الصعب تخويف اللاعبين السلام عليكم طبعا في كثيرين فتاة راحت كانوا يسألوني وشي يشترون بلاي سيشن فورا وإكس بوكس وان خصوصا بعد فيديوهات كثيرة نزلناها عن الجهازين ففي هذا الفيديو اللي هو طويل صراحة مرة تقريبا نص ساعة إلا تكلمنا فيه عن كل شي يخص هذول الجهازين وإن شاء الله أني قدرت فيه أني أساعدكم تحددون قراركم هذا هو موجود اضغطوا عليه وربطه موجود بالأسفل وإن شاء الله أني يكون يعني يفدتكم وحركه كمان في عندنا اللي هو حفل توزيع جواز VGX اللي صار أمس هذا الحفل في هذا فيديو تكلمنا عن هذا الحفل عن أبرز الألعاب اللي تم ترشيحها والألعاب اللي فازت كمان اضغطوا عليه ترحونا على الفيديو وشاركوا في التعليقات بخصوص الألعاب اللي ترشحت الألعاب اللي فازت والأهم من هذا كله حين خلالنا نتكلم عن أبرز الإعلانات اللي صارت في هذا الحدث أول شي في عندنا سديو رسمعون اللي قدمونا سسرة كولف ديوتي اللي فادرة من الزمان يعني كانوا فريق جدا ناجح وقدمنا الحين لعبة اللي هي تاتم فال اللي راح تنزل إن شاء الله في شهر مارش بشكل حصري على جهاز الأكس بوكس 360 والأكس بوكس 1 خلال حفل VGX عرضوا فيديو عن اللعبة وخلنا نقول فيديوين يعرضون فيه الآليين الموجودين في اللعبة في عندنا الآلي اللي هو الأوغر اللي هو الكبير هذا طبعاً هذا يتميز إنه قوي جداً ومفيد خصوصاً يعني في الضربات وكذا وفيه درع جداً قوي تعتبر النظام اللي هو يعتبر شي ثقيل وجداً قوي كمان في آلي ثاني اللي هو سترايدر هذا اللي يعتبر خفيف إلى حد ما وسريع في الحركة يعني آليين مرة عكس بعض طيب ما تمشي فينا في الفيديوهات اللي ظهر أمامكم إذا تبغوا تشاهد الفيديوهات هذه كاملة بتحصل روابط حقها موجودة في الأسفل احنا نعرف إن فريق تيل تيلز واللي قدموا لنا سلسلة The Walking Dead وفيه الحين The Wolf Among Us واللي موجودة في ستور بلاي ستيشن طبعاً لهم نظام جميل جداً في الإلعاب نظام روائي والحين أعلنوا أو خلنا نكون هناك فترة بدأوا يلمحون وفيه شعب اللي تطلع اللي راح يسمون لعبة قصصية أو روائية تحكي عن Game of Thrones المسلسل المشهور اللي ترجم اللغة العربية قبل فترة فأول أعلان طلع فعلاً هو لعبة خاصة بمسلسل Game of Thrones راح نشوفها إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال عام 2014 راح يكون لهم حلقات ما نعرف فين تفاصيل كثيرة غير إني نعرف إنه مبني على مسلسل فما أعرف إذا كان راح يكون نفس القصة الرئيسية وإلي راح يكون قصة فرعية جانبية يعني فيه تفاصيل يسا جاي بطريقة مو بس كذا كمان تلتز فاجأوا الكل إنه في عندهم مشروع ثاني لعبة ما حتوقعها وهي عبارة عن حلقات روائية لكن من لعبة Borderlands Borderlands طبعاً واحدة من أفضل ألعاب التصويب اللي فيها عناصر RPG نزلت الجيل الماضي على PlayStation والإكس بوكس كثيرين اللعبوها كذا جمهور كبير والحين راح يساوون برضو قصص أو لعبة روائية خاصة بهذا اللعبة ما تحدد لسه موعدها إن شاء الله نشوف لخلال هذا السنة Studio Remedy اللي قدمنا ألعاب Alan Wake هذا الستوديو الحين نقدم اللعبتها هي Quantum Break لعبة نقدر نقول إن ريمي اللي جاتين حاولون يسوون أشياء زال يقعدين يسوونها Quantic Dream مع Play Station ولعاب مثل Heatherane و Beyond وكذا فهذا اللعبة يبدو لنا راح تقدم شي جداً جميل شغلهم كان نظيفة جداً في Alan Wake للأسف ممكن لعبة تسويقية ما مشت كثير لكن عندنا هنا Quantum Break الفكرة فيها إنه الفيديو ها طبعاً راح يتكلم عن القصة بشكل كبير وعن نظام الكبر ما راح يتخفص كثيرا خليكم تشوفون الفيديو لاطم وجدها في الأسفل لكن الفكرة في القصة إنه فيه اختبارات فشلت وصار فيه الزمن صار يوقف لكن فيه ناس ظهر هذا الشيء ما يأثر فيهم مثل ما قلت لكم تون تعرفون أكثر تحسون الرابط تحت ونذكركم اللعبة على جهاز Xbox One بتنزل في 2014 يعني أتحسون هنزلت سكويلينة كمان أعلم أنه راح يكون في لعبة Tomb Raider لأجهزة الجيلة جيلة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 لكن هي عبارة عن نفس اللعبة اللي جربناها أول لكن هذه المرة برسوم أوضح بشكل أجمل لجهاز اكس بوكس وبلاي ستيشن 1 ورح تنزل إن شاء الله في 28 يناير على منصتين مثل ما قلنا وتبغوا تشوف الفيديو وتشوف تفاصيل أكثر اللعبات حصر رابط موجود في الأسفل بانجي اللي قدمونا سلسلة العاب هيلو والحين كثير من اللعبين تظهروا مشروع قادم اللي هو ديستيني أكدوا وخلاص بشكل رسمي اللعبة رح تنزل يوم تسعة تسعة 2014 لبلاي ستيشن 3 ديستشن 4 إكس بوكس 360 والإكس بوكس 1 كمان أعلن رح يكون في بيتها مفتوحة بإذن الله تعالى رح تنزل في هذا الصيف فالبداية على أجلسة بلاي ستيشن بعدها فترة على أجلسة الإكس بوكس شينجيمي كامل أب الروحي لسلسلة ريزدينت إيفل واللي حين قدم لعبة The Evil Within اللعبة طبعا جدا منتظر لعبة رعب كثيرين متحمسين لها رح نشوفها إن شاء الله خلال عام 2014 على البلاي ستيشن والإكس بوكس فهوش يتكلم تكلم عن نقطة مهمة هو يقول إيش يقول إن صار من الصعب إنك تخوف اللاعبين الحين إن اللاعبين مروا بتجارب كثير يعني لعب واللعاب رعب كثيرة شافوا أفلام بمرعبة كثيرة يمكن قرأوا حتى قصص وإن كل شي تقريبا شافوه فصار صعب إنك تضلع فكرة جديدة وإنك تخوفهم فما أدي هل تتفقون مع كلام شينجي هل فعلا إحنا عندنا نقص في العاب الرعب لكن هل مشكلة في المطورين نفسهم والأفكار ولا مشكلة فينا إحنا اللاعبين اللي خلاص معصرنا خاف في حزمة جديدة اللعبة Battlefield 4 اسمها China Rising نزرت الآن وهي متوفرة فقط حاليا للأعضاء اللي أكاونتهم بريميوم فإذا كان أكاونتك بريميوم صح عليك هذه الإضافة رح تحمل معها خرائج جديدة مركبات جديدة وأسلحة جديدة أما بالنسبة للشباب اللي أكاونتهم مو بريميوم فرح حصلنه يوم 17 من الشهر الحالي ميلادي سوني أسبوع الماضي أعلنت أن جهاز بلاي ستيشن 4 باع أكثر مليونين جهاز وهذا طبعا الرقم جبار جدا وكمان أعلنوا أنه زر الشير اللي موجود في دراع تحكم بلاي ستيشن 4 تم الضغط عليه أكثر من 6.5 مليون مرة طبعا هذا كلام من أسبوع الماضي يتوقع الحين الرقم تضاعف طبعا هذا ندل على شيء يدل على أن هذه الميزة فعل اللاعبين كانوا يبحثون عنه يبغون يشاركون ألعابهم وتجاربهم مع غيرهم من اللاعبين مو بس كده حتى مايكروسوفت الحين نشرت أرقام خاصة بجهاز الاكسبوكس 1 لكن جابت رقم اختلفة جاب لك معلومات من الألعاب نفسها يعني يقولك مثلا في ديد رايزنج 3 تم قتل أكثر من 3 مليار زومبي أنا عن نفسي تجربتي اللعبة قتلت تقريبا 40 ألف أو شي زي كده فشوف 3 مليار أنا الحالي 40 ألف يقولك في 90 مليون ميل تم قطع فقط في لعبة فورزا 5 رقم كبير صراحة ويقولك أنه فيه 186 مليون عدو تم قتله في لعبة . عن نفسي صراحة ما أدري كم قتلت أنا قتلت كثير لكن ماير underway ما أذكر ويقولك كمان فيه 150 مليون كومبو صار في لعبة ويقولك كمان فيه أكثر من أربعمية وــ ، وأربعمية وخمسطاعش game score تم إحرازه فقط على جهاز الاكسبوكس أنا عن نفسي كل الللي جبته 1500 هذا يقولك أربعمية مليون 415 مليون يعطيكم مفافية على المتابعة إن شاء الله كيفينا ووفينا وإذا عجبك المحتوى عاطنا لايك شير وكل شيء في الحياة سبحانك اللهم بحمدك أشجر لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم